قرية لمحمد حياة كاتب عمل النهاردة ثنائية اعترافات جسد وتقوص الظلام الجزء الاول والتالي وسبع مراحل تصبح قاتلة وسهسه ومئي الشيطان الملحد والحقيقة انهم عجبوني بدرجات متفاوتة على تفاوت انواعهم الادبية السؤال بقى في ايه تاني ممكن يتقدم او للدقة هل نضبط جعبة الساحر ولا يما في الجراب يا حاوي تعال اعرف جابت السؤال ده في مراجعة الحفل الاسود ليلة الاعتراف بالقتل للكاتب محمد حياة يلا بينا زي ما قلت لك في الانترو كده انا رجعت معظم اعمال محمد حياة السابقة في فيديو مشترك هتلاقي مراجعة ثنائية اعترافات جسد وفي فيديو داني هتلاقي مراجعة تقوص الظلام الجزء الاول والتاني وازاي تحصل عليها مجانا واعتلاقي مراجعة ساسهم يا شيطان الملحد في فيديو تالت والفيديو الرابع اخر اعمال الرواية قبل عمل النهاردة سبع مراحل تصبح قاتلا هسيب لك لينك الفيديو هات دي كلها في الدسكريبشن وفي الكارد من هنا وتعالى اقول لك تفاصيل عمل النهاردة رواية الحفظ الاسود للكاتب محمد حياة اصدار معرض الكتاب عشرين تلاتة وعشرين عدد الصفحات ميتين وستة صفحة والغلاف لأسامة علام ومرتبط بشدة 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 بعمل النهاردة وسعرها في المكتبات 85 جنيه ولكن انت ممكن تجيبها بخصمة 15% من على موقع تطبيق غيري هتنزل في لينك ده موجود في الدسكريبشن ومثبت في اول تعليق تختار الكتاب ده او اي حاجة تانية من منتجات الموقع كتب او غيره ودخل الكود بتاعنا انا وانت طارق عز تاخد خصمة 15% على كل مشتريتك غير محدد بكم معين من المنتجات او بحد معين من مرات الشراء وتوصيل لحد باب البيت وتعالى اولاك ملاقص القصة بدون حرق الاحداث كالعادة بنبدأ بالمحاقق محمود صقر البطل والمحور الاساسي في عالم محمد حياة بتجيله رسالة توجهه لجريمة في كومباوند جديد قريب منه يوصل لموقع الحدف يلاقي ست رجالة وجسة وكلهم بيشيروا لشخص قعيد على ان هو القاتل ونقف واحنا متعلقين عشان نعرف قصة ضمن القصص بتاعة خلفية كل واحد من الرجال الست دول اللي الدكتور تجميل بيتهدد بحياة ابنه لو ما شاركش في تشويه مطربة مشهورة واللي منغمس في تجارة الاعضاء وغيره وغيره والكلام ده بالتوازي مع تحقيق البطل ده في الجريمة مع الستة ده لان جات له رسالة تانية على الموبايل بتقول ان القاتل موجود في البيت وهيسلم نفسه بعد ساعتين على شرط بقاء كل النس للاستمتاع بالحفل اللي هو تجمع للستة اطباء دول بشكل سنوي كاصدقاء ولكن طبعا الواضح ان المقصود حاجة تانية وطيرة الاثارة بتعلى الى اقصى درجة لما يبقى مطالب من الشخصيات دي مش بس تبرئة نفسهم من القتل لا الاعتراف على خطاياهم القديمة خوفا من الموت مسمومين وده يفتح علينا اسئلة كتير جدا ايه الرابط ما بين الستة شخصيات دول وبعض وليه بيتقابلوا مرة كل سنة مين اللي خلاهم يتجمعوا في هذا المكان ويجبروا انه هما يكملوا هل تهديد الزابط ليهم بالسلاح عشان يفضلوا مكانهم هو المبرر الوحيد ولا بحثهم عن غريزة البقاء مين هو الثلج الاحمر اللي بيبعث الرسائل وبيحرك الاحداث من الخفاق ده والسؤال الاهم هل تسقط جرائم الماضي بالتقادم كل اسئلة دي اجابتها موجودة في عمل النهاردة ولكن انا عندي فضول اسألك هلو قريت حاجة لمحمد حياجر عمل النهاردة ولو قريت ترشيحك لينا ايه ولفي التعليقات انا عمد الفيديو ما يقرأ سننزلنا كامل كلامنا وتعالى نروح للنقد او المناجر اللغة في رواية النهاردة هي عربية ممتازة في السرد والحوار تم استخدام الحوار في مكانه بالمضبوط بدون افراط برغم انها تنتمي دي روايات الجريمة يعني فيها تحقيق كتير واللي ساعت في الكلام ده هو استخدام منظور الشخص الاول في الحاجة اللي خلت موضوع اقرب الى الشهادات منه الى التحقيقات وده هنتكلم عليه اكتر في النقطة اللي جاية وهي بناء او تصميم الرواية تجديد محمد حياة هنا مش في فكرة الجريمة او المشتبه فيهم فهي فعلا رواية جريمة من طراز من فعلها ولكن بتكنيك ملتوية شوية يميل الى التجريب في تصميم او شكل حكي الرواية فاحنا بنبدأ الاول بالمحاقق ووصوله لمسرح الجريمة ونقف نروح لواحد من الستة نحكي عنه عن خلفيته وعن حدث مهم جدا في تاريخه حيسمع في الاعترافات اللي المفروض يقولها ونقف ونرجع للمحاقق وهكذا بالتبادل على شرط اننا بنقف كل مرة في حتة عالية فالاثارة هنا ومعدلاتها ممتازة مع جرعة الغموض برضه ونفضل ماشيين بنفس هذا الرتم المميز وده تصميم مختلف في الرواية وشكل مبتكر والحقيقة انه عمل نتيجة ممتازة نجحت في انها تخليني اخلص الرواية في اعدتين بالعدد من الحاجات المميزة في رواية النهاردة هي الصوت الكاتب اختار ان هو يعرض العمل بتاعه على هيئة اصوات او الشهادات فطلع في الاغلب في معظم الشخصيات كل صوت لشخصية مختلف عن التاني عشان ما تحسش ان كلهم الكاتب لان كلهم شخصيات مختلفة فعلا فاسمع معايا صوت جلال عوضة الناقم على المجتمع وعلى البيئة المحيطة الكاره لكل حاجة حواليه اسمع صوت انور وطريقته في الحكي ووصف الاكل اللي تجوع حرفيا اسمع رشدي عاشق الانثى وزير النساء كل ده مع وضع لازمة تميز كل شخصية عن التانية زي هاسة الرجل او وسواس النظافة مع وصف سريع في سطور مختصرة لشكل كل واحد من الشخصيات عجبني قوي التفاعل اللي حصل ما بين الكاتب والكتاب والقارئ في انه قدملك في صفحة 82 QR Code تعمله سكان بتليفونك يفتح معاك نفس اللغز اللي ظاهر لشخصيات العمل وتبدأ تحلو معاهم عشان تندمج في الاحداث اكتر ومن كلمة شخصيات العمل دي نخرج بنقطة فرعية وهي ان قوة عمل النهاردة في شخصيات المركبة المعقدة الشريرة ولكنها مظلومة لانها في موقف لا تحسد عليه متهمة بجريمة قتل ومهددة بالموت بالسم فبالتالي بقى عندها مبررات لبعض افعالها والاجمل ان برغم صغر حجم العمل النسبي اللي ان معظم الشخصيات معادة المحقق واخدى نفس النسبة المتساوية من العمل اتعمل فيها فرد لخلفيتها التاريخية انفعالاتها وتركيباتها وعشان يبقى بالاتقان ده اعتقد ان الكاتب لازم يكون عامل ملف لكل واحد فيهم بتفاصيله الكتير دي هي المشكلة بس ان الواحد لما بيجي يقرأ حاجة لمحمد حياة بينحس ان الدنيا ظلمة ان فيه سواد كده يعني مفيش حد سالك وبعدين يا حياة عندك مشكلة مع القطاع الطبي يقول وشيد بشدة بالتلت الاخير من الرواية لان التصارع اللي اصلا عالي شد فيه اوي 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 ووصل الى معدلات خيالية وشيد كمان بتأفيل الرواية برغم تعقدها الا انها منطقية والحقيقة ان حياة شاطر جدا في الموضوع ده بيفضل يعقد 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 في الامور وبعد كده يقنعك هو حلها ازاي وده يوصلنا الى الخلاصة رواية جريمة من الطراز الفاخر الممتاز تصارع مميز والتواءات في الحبكة قوية بل شديدة القوة ما عنديش علم بمدى دقة المعلومات الطبية المذكورة في هذه الرواية ولكنها موظفة جيدا ضمن حبكة الرواية لو بدأت بيها عالم محمد حياة الروائي فتمام هتستمتع جدا 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 وهتخلص معاك بسرعة للغاية اما لو جاي من باقي عالم محمد حياة زي حلاتي كده فالمتعة هنا مضاعفة بسبب الروابط المتعددة ما بينها وما بين عالم الكاتب وفكها لالغاز حصلت في اعمال سابقة للكاتب وبترد على سؤال مهم جدا 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 اتفتح في نهاية ثنائية اعترافات جزة اشيد بشدة 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 بتركيبة الشخصيات العبقرية وبالنهاية بالنهاية بالنهاية حلوة ومركبة ومعقدة وفي نفس الوقت منطقية ومقنعة ولكن في الاول وفي الاخر ده رأي أنا انا عايز عرف رأيك انت بقى خلق قريت عمل النهاردة هل متحمس تقرأه بعد الفيديو قولي في التعليقات نتكلم مع بعض المستفيد زي كنا حصلت على خطر شاهد ومراجعات فتطلع من مجتمعك وكب الكتب يعني انت ما زالت ترك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعني بلايك وتشغير هذا الفيديو اما بعد لو عاستش باعتقار اللي جواك وتختار كتابك اللي جاي صح فايزهر قدامك على رجل دلوقتي سل سلت فيديوهات محمد حية هتلاقي فيها مراجعة ثنائية اعترافات جزة تقص الظلم واحد واثنين وسهسهوم الشيطان الملحد واخر اعمال الرؤية قبل عمل النهاردة سبع مراحل تصبح قاتلا راح اتفرج عليها اشوفك هناك سلام